ظهر فيروس إيبولا للمرة الأولى في العالم عام 76 ليشهد العالم من حينها على موجات عدة من هذا الوباء أشدها كانت عام 2014 حينها بدأ الوباء في غرب إفريقيا وانتقل إلى دول أخرى ليصل عدد الوفيات به إلى أكثر من 11 ألف وفا الموجة الأحدث من الوباء سجلت في غرب الكونغو وحذرت منها منظمة الصحة العالمية في يونيو الماضي بإقرار بخطورة هذا الفيروس الذي لا يزال وفق توصيفها نشطا وتشير الأحصائيات المرتبطة بتاريخ الفيروس لوفاة أكثر من 1800 شخص منذ شهر أغسطس من العام الماضي بفيروس إيبولا مخاوف مستمرة لعقود قد تنتهي قريبا على وقع ما صدر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي أقرت عقار المازيب كأول علاج توافق عليه لعلاج الإيبولا هذا العقار هو من إنتاج شركة ريجينيرون ووصفته الإدارة الأمريكية بعلاج الآمن والفعال ضد فيروس إيبولا يتكون العقار من مزيج من ثلاثة أجسام مضادة أحاديات النسيلة وقد تمت تجربته على أكثر من 300 مريض من البالغين والأطفال مما أكدت التحليل إصابتهم بالفيروس من سلالة زائر ولا يعني إقرار العلاج من قبل الإدارة الأمريكية نهاية الأبحاث المستمرة لمكافحة فيروس إيبولا حيث كان فريق علماء أمريكي قد أعلن العام الماضي عن قرب عثوره على معجزة تنهي وجود إيبولا وذلك في إطار تجارب سريرية يقوم بها في الكونغو هذا وبالإضافة إلى أبحاث بريطانية تقوم بتطوير علاجات تجربية باستخدام الأجسام المضادة للناجين من إيبولا أخبار تصب في مجملها في خانة الأخبار المتفائلة والإيجابية لمواجهة المستمرة مع الفيروسات ومن إيبولا إلى كورونا ينتظر العالم مزيدا من هذه الأخبار المتفائلة ينضم إلينا من بيروت اختصاصي الأمراض الجرثومية والمعضية الدكتور ناجي عون دكتور ناجي أهلا بكم أنا على سكانيوز عربية قد تكون منطقتنا لم تتضرر بشكل مباشر من فيروس إيبولا يمكن كانت تركيز أكثر على إفريقيا ولكن هل إعلان اليوم من جانب منظمة الغذاء والدواء الأف دي إي يمثل أو هو بمثابة نهاية لفيروس إيبولا؟ صباح الخير أكيد هالاكتشفات الجديدة بعلم العسام المضادة من سمية بتشجع كتير لكل أنواع الالتهابات مش بس لفيروس إيبولا والشغلة المشجعة أنه عطت فعالية مع أعراض جانبية منة كتير خطيرة على الأشخاص وهالشغلة فيها تساعد كمان للأشخاص بكرة بغير مجالات بغير التهابات لأن التكنولوجيا هي زيتها يعني إنتاج المضادات اللي مستعملها هلأ رح تكون موجهة ضد فيروس الإيبولا فقط ما رح تتفاعل مع الجسم ما رح تقتل الخلية رح تقنع فيروس الإيبولا من أنه يفوت على الخلية اللي هي مافية الخالية من فيروس الإيبولا أكتر من هيك من نسميه ميديكيشن تكون سيف يعني تكون غير مؤذية للإنسان نحنا معنا يعني الشغلة الثانية فيها تكون غير مؤذية للإنسان هي اللقاح فهذا صار مثل بموازية اللقاح لما نحنا معنا لقاح للإيبولا فينا نستعمل هلأ هذه الشغلة وتطبيقة رح يكون هالتكنولوجيا هيئة كتير على بقية الفيروسير لنمنع الفيروس من دخوله لقلب الخلية عمل الوقت دكتور إيب هنا أود أن أقف عندك بالنسبة لمسألة الوقت يعني لم أكن مخطئة شركة رجنرون هي شركة نفسها اللي أعطت الدواء لدونالد ترامب ونتحدث عن الفيروس ظهر من العام ستة وسبعين يعني تحدثنا عن أربعين عام منذ ظهور الفيروس يعني إلى أي مدى ذلك يعني لا يبعث كثيرا بالتفاؤل فيما يتعلق بإيجاد أيضا دواء لكورونا نعم هؤلاء شغلتين مختلفين دواء للكورونا مستعمل الدواء لما الفيروس بيكون دخل على الخلية هيدا العلاج اللي عم يقترح حلها بيمنع دخول الفيروس على الخلية يعني بعد على مرحلة متقدمة قبل ما يصير في عندنا أضرار بقلب الخلية وهون مثل ما قلنا أنه عامل الوقت بيكون كتير مهم لما نحن الشخص بيصير في عنده حالة تشخيص مبكر عن طريق البي سي آر للالتهاب دغري بيصير كانديدت يعني بياخد هيدا العلاج بأول مراحل المرض وبيمنع هيك دخوله على الخلية وتكاتره وكل المضاعفات اللي بنشوفها من بعد هيدا علاج المضادات اللي عم نشوفها هلأ بيستخدم بأول 3-4 أو 5 أيام من المرض بعدين ما بقى بيكون له مطرح بيصير بدنا العقاقير اللي عم نسمع عنا مثل الرمديسيفير وغير اللي بتمنع تكاتر الفيروس بقلب الخلية هيدا بيمنع دخول الفيروس على الخلية يعني كل ما صار في عنا أسلحة نواجه الفيروسات كل ما كانت الشغل كتير مهمة والأهم هو عامل الوقت أنت منشخص وأنت منستعمل العلاج هالتكنولوجيا ما كانت موجودة بالسنين اللي كانت يعني ما قبل 2020 يعني هالتكنولوجيا عمره سنتين أو ثلاثة وكتير دقيقة لأنه مثل ما قلنا أنه هيدا مضادات دكتور ناجي كانت توسع أكتر في هذه التكنولوجيا ونشرحها بشكل مبسط يعني للمشاهدين مسألة الأنتي باديز أو الأجسام المضادة هي فقط تستخرج من أجسام الناجين من الفيروس أو باستطاعة المختبرات اليوم أن تستنسخ عنها مواد ما بارف إذا صح القول مصطنعة أو إصطناعية تشبه الأنتي باديز الطبيعية يلا نحن رح نعتبر أنه لمنع الفيروس من دخول الخلية في عنا هيدا شكل هيكي بدنا يكون في عنا مضاد طبيعي يجي يلقطع تعملها نوتراليزيشن يعني يوقفها من الدخول إلى الخلية هلأ انتاج هيدا المضاد يلي شكله هيك أول فترة كان عم ينتج من خلال الفقران بعدين انتقلنا من خلال البكتيريا بعدين انتقلنا عن طريق التعديلات الجينية أنه تكون بتشبه كتير لحد كتير قريب يعني 99% من المضادات الطبيعية الموجودة عندنا بالجسم لأن هالمضادات اللي ما بتكون موجودة عندنا بالجسم إذا ما بتشبه الخلية اللي عندنا الجسم الإنسان فيه يرجع يصدر مضادات تسكرة ما بقى بتصير هي مزبوط يرفضها ما بقى بيصير يدرين نحن نسيطر على المرض هيدا كانت الدقة بإنتاج هول المضادات وهالتكنولوجيا متى ما استحدست بيصير فيه كتير بسهولة إنتاج هيدا المضادات لتمنع كافة أنواع الفيروسات بس المهم كيف بديكون الشكل يعني فيروس الإيبولا مثلا إذا شكله هيك بديكون في عنده مضاد طبيعي شكله هيك إذا في عندنا غير أشكال وهون مهم كمان هول الأشكال ما تتغير مع الوقت مثلا فيروس الكورونا وفيروس الإنفلونزا بيغيروا أشكالهم مش نيك صعب كتير يعني يمكن بدو بحاجة لتعديل كل فترة مع تعديل شكل الفيروس دكتور شكرا على وقتك وعلى حضورك معنا من بيروت اختصاصي الأمراض الجرثومية والمعضية دكتور ناجي عون ترجمة نانسي قنقر